احتفلت قواتنا المسلحة الباسلة بالذكرى الثامنة والستين لجلاء آخر جندي فرنسي عن أرض الوطن في ملحمة تاريخية كبرى صنعتها بطولات مجاهدين وتضحياتهم الجسام وألقى قادة الوحدات ومدراء المنشآت العسكرية بهذه المناسبة كلمات نوهوا فيها إلى ذكر الجلاء ما تزال حية خالتة في وجدان شرفاء الأمة تلهب جزوة النضال للذود عن العرض وبذل المزيد من التضحيات في سبيل العزة والكرامة والاستقلال الوطني وأشار القادة إلى أن ذكر الجلاء تأتي اليوم ووطننا يتعرض لعدوان سافر تشنه دول الاستعمار القديم الجديد عبر بحاولة يائسة لتقسيم سوريا وتفتيتها إلى دويلات إثنية وطائفية للسيطرة على المنطقة ونهب خيراتها وأكد القادة أن الشعب العربي السوري الذي دحر المستعمر الفرنسي في الماضي يواصل اليوم دحر عملائه المأجورين في الداخل عبر تمسكه بوحدته الوطنية وتلاحمه مع قيادته الحكيمة وجيشه الباسل الذي يحقق الانتصار تلو الانتصار في القضاء على الإرهابيين أينما وجدوا وفي ختام كلماتهم عهد القادة شعبنا والسيد الرئيس الفريق بشار الأسد على مواصلة المهام الوطنية في ملاحقة فلول العصابات الإجرامية التكفيرية حتى القضاء عليها ليكون الجلاء الجديد انتصارا على مرتزقة الاستعمار القديم كما تضمنت هذه الاحتفالات عروضا وتدريبات عسكرية ورياضية وبهذه المناسبة المجيدة أقامت رابطة المحاربين القدماء احتفالا على مدرج دار البعث حضره أعضاء من المجلس المركزي للرابطة وعدد من الضباط المتقاعدين والوزراء السابقين وفعاليات دينية وحجد كبير من المدعوين